مباشرة إلى بيروت يحدثني من هناك إبراهيم فتفة موفد الحدث يتابع لنا كل التطورات لحظة بلحظة إبراهيم يعطيك ألف عافية في هذه التغطية المستمرة بداية نقف وإياك على آخر التطورات من حيث رصدت لنا كل هذه التطورات هناك صباح الخير حسان بالفعل هذه الأثناء أو قبل لحظات من الآن سقطت غارة إسرائيلية جديدة على منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية هذه الغارة الخامسة هذه الليلة بعد هدوء نسبي لمدة ساعتين تقريبا إذن غارة منذ قليل الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد هدوء نسبي لساعتين تقريبا هي سنة كاملة تقريبا على الحرب في لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله خلفت أكثر من ألفين قتيل وأكثر من عشرة ألاف جريح وما يزيد عن مليون ومئتي ألف نازح من مختلف المناطق إذن إبراهيم للإفادة الإخبارية للزملاء في غرفة الأخبار يعني تتابع أنت منذ اندلاع التصعيد الأخير إبراهيم تتابع مباشرة على الهواء هذه الغارات من حيث شدة الغارة وأيضا عزم الغارة وأيضا القوة التي تبعت لنا هل يمكن مقارنتها بالأيام الأعنف أم أنها غارة محصورة عند لحظة الاستهداف نعم الآن أسمعك جيدا هل يمكن أن تكرر السؤال نعم تتحدث عن حجم الغارة التي رصدت لنا قبل قليل للإفادة الإخبارية وأيضا للعاجل على شاشة الحدث قبل قليل رصدت لنا غارة بعد تجدد الغارات تحديدا رصدتها في منطقة برج الباراجنة إبراهيم سنسأل عن شدة هذه الغارة وحجمها مقارنة بالأيام الأعنف قبل رصد كل هذه التطورات نعم من حيث الصوت لا يمكنني أن أحدد ذلك من حيث الرؤية بسبب في الظلام الدامس هذه الليلة لا أستطيع تحديد حجم الغارة جغرافية لكن أستطيع أن أؤكد من خلال الصوت الذي سمعناه والوميد الذي ظهر قبل الظهور في هذه الرسالة المباشرة أنها غارة متوسطة نسبيا لكنها في منطقة برج الباراجنة بضاحية بيروت الجنوبية مقارنة مع الليالي السابقة حتى هذه الليلة تعتبر هادئة نسبيا صحيح أن هناك خمس غارات منذ ساعات إلى حتى هذه اللحظة لكنها تعتبر مقارنة مع الليالي السابقات ليلة حتى الساعة هادئة نسبيا خصوصا أنه لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي سوى تحذير واحد خلال الساعات الماضية أو قبل خمس ساعات تقريبا من هذه الرسالة لا أستطيع التأكيد ما إن كان هناك ضحايا من القتلى أو جرحة ولكن أستطيع التأكيد أن هناك دمار كبير وهائل تخلف هذه الغارات خصوصا في منطقة برج الباراجنة حيث الغارتين قبل الأخيرة الآن سوت ما يزيد عن أربع مباني بالأرض تقريبا مع دمار هائل في منطقة الكفاءات وفي حارة حريك أيضا نخف وإياك إبراهيم على كل التطورات في مناطق أخرى من لبنان أن كان هناك يعني بحسب ما تبعت لنا من أخبار قصف طال المناطق الشمالية والشمالية الشرقية تحديدا الشمالية الشرقية من لبنان شرق لبنان المعروفة بالبقاع وبعلبك هذه الاستهدافات هل تكشف طبيعتها وأيضا حجمها وإن كان يعني من ضمنها أي اغتيالات إبراهيم لم يتكشف حتى الساعة إن كان هناك اغتيالات جديدة في لبنان ولكن أستطيع أن أبدأ من التطور الأمني الأخير حيث أعلن حزب الله قبل ساعة من الآن تقريبا عن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى بلدة بليدة جنوب لبنان هذه البلدة تشهد معارك عنيفة جدا منذ أيام حتى هذه الليلة يكرر الجيش الإسرائيلي محاولة التسلل من خلال هذه البلدة وإلى عمقها يلتحم عدة مرات مع ناصر من حزب الله هناك قتل من الطرفين وجرح من الطرفين وأيضا يحاول التسلل من عدة محاور أخرى في الجنوب في العودة إلى شرق لبنان وتحديدا في البقاع كما ذكرنا هناك غارات عنيفة ومتعددة طالت عدة بلدات سواء في البقاع الشمالي أو حتى في بعلبك هناك غارة على النبي شيت بريتال وبلدة الخضر وحوش بردة السعيدة واجديدة الفكهة إلى جانب جرود الهرمل أيضا طالتها غارات إسرائيلية هذه الليلة من خلال هذا الرصد خلال الساعات الماضية أستطيع أن أؤكد أن المناطق فقط التي تعرضت للقصف هذه الليلة في ضحية بيروت الجنوبية هي حارة إحريك وأيضا محيط الكفاءات وبرج البراجنة الذي تعرض لثلاث غارات لوحدة إذن خمس غارات حتى هذه الساعة طيلة هذه الليلة ليرتفع عدد الغارات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 138 غارة راح ضحيتهم قرابة 37 قتيل بحسب أرقام الدولة اللبنانية رسميا كل الشكل لك إبراهيم حتى الآن بطبيعة الحال مستمرون معك في هذه التغطية خلال ساعات الليل ترصد لنا كل التطورات ساعة بساعة ولحظة بلحظة يعطيكم ألف عافية إبراهيم على هذه التغطية المستمرة كان معي من بيروت مراسل مفدى لحدث إبراهيم شكرا جزيلا لك مرة جديدة